هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري عددا من اللقاءات مع نواب مجلس الشيوخ حيث أكدوا على أهمية الدراسة بشأن العنف الأسري لأسباب والأثار وسبل المواجهة أوضحت أن كان لازم التقرير تضمن التطور اللي حصل في الدراما والدراما الاجتماعية الهدفة خلال السنوات الماضية ولكن الأهم أنه ضرورة أن يكون هناك تنصيق حكومي في هذه القضية الهمة نعم هي قضية مجتمعية لكن تحتاج تضافر الحكومة مع المجتمع المدني مع كافة المؤسسات لأن التقرير بيقول أن السبب الأول في الموضوع التربية أشرت أيضا إلى التفرة التي جرت في مصر خلال السنوات الماضية في مواجهة العشوائيات لأن أعتقد أن العشوائيات كانت منبع كبير للعنف الأسري نحن الآن نرى الناس عيش في أماكن أفضل أصمرات غير العنب وغيرها أعتقد يمكن أن تقلل من هذه الزهر هذه الزهرة يعني وهي ليست زهرة قاصرة على مصر ولكنها زهرة عالمية بنقرأ عنها بنقرأ عنها في كل بنشوفها في الأفلام الأجنبية وكذا فهي زهرة الحقيقة متعلقة بحاجات كثيرة جدا يعني يمكن أغلبها أو أهماء انفتاح السماوات السماوات يعني أصبح يعني إحنا في الجيل بتاعنا وإحنا صغيرين كمانا صعب جدا أن إحنا نشوف أي حاجة خارج من طاقة المكتبة اللي إحنا فيه يعني شكرا لكم